على الرغم من العطلات الرسمية في الأعياد والمناسبات الوطنية لجميع العاملين إلا أن هناك العديد من المهن التي تواصل تقديم خدماتها للمواطنين ومنها هيئة الصرف الصحي للمزيد من المتابع ينضم إلينا من هيئة الصرف الصحي منذر أبو دوح مراسل أنيل منذر انقل لنا الصورة لديك نعم نعم تحياتي إليك بداية ولكم عزيزي المشاهدين كنا قد تابعنا منذ الأمس على شاشة نيد الأخبار المهن التي تعمل في الأعياد والتي تستمر في تقديم خدماتها بالرغم من الأجازات لجميع العاملين في الدولة لكن هناك عدد من المهن تستمر في تقديم خدماتها والتي تعتبر خدماتها مهمة للمواطن المصري ومنها مشاركة الصرف الصحي بالقاهرة والتي تستمر في تقديم خدماتها على مدار اليوم ونكت تفاصيل عديدة خاصة بخدماتها في الأعياد وعلى مدار الأيام في حياة المواطن المصري بجانب الآن المهندس عدد الحسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى براحة بك يا فندو عشر شميل الأخبار أهلا بحرك يا فندو ونرى أن جميع العاملين ما زالوا مستمرين في عملهم داخل الشركة لتقديم خدماتها ما هي خطتكم بالنسبة للطوارئ والتعامل في الأعياد الرسمية بسم الله الرحمن الرحيم وطبعا إحنا كشركة صرف الصحي بالقاهرة في فترة المنسبات والأعياد اللي زيديه كل سنة طيبين طبعا النسبة في حالة طوارئ الكامل بأول معادل العيد بنعلن حالة الطوارئ العمال والجميع السوائين والمهندسين والمشغلين المحطات بتواجدوا في مواقع عملهم وزي ما احنا شايفين في ده أحد المواقع اللي تتمركز فيه معدات التطهير بتواجدين جميع العمال وجميع السوائين جاهزين للتعامل مع أي حدث طارئ يحصل على مساحة القاهرة الكبرى إن شاء الله بالنسبة للتعامل في عيد الأضحى وخاصة أن عيد الأضحى يشهد عمليات الزبح من قبل المواطنين للضحية في الشوارع والذي يؤثر بأعتقد كما أسلفتم الذكر على شبكات الصرف الصحي كيف يكون تحركاتهم بالنسبة لها هذا الوقت والله هذا الموضوع مهم جدا والحقيقة فيه ناس بيتعمل بعض سلوك سلبي إنها بترمي مخلفات الزبائح في شبكة الصرف وده بيسبب مشاكل كبيرة جدا عندنا في الشبكة فالحمد لله في حملة التوعية تمت قبل العيد بفترة فالناس الحمد لله السنة دي أنا شايف مفيش الحالة دي اندصرت جدا وبقت في حالات ندرة إنما أول ما بتحصل الناس بتتواجد بسرعة بحيث بتطهر عباد الشبكة إحنا بدأنا من قبل العيد بفرقة تطهير في الأماكن اللي إحنا عارفين بيحصل فيها زبائح كتيرة زي مناطق المجازر والمناطق اللي فيها شوادر عملنا عملية تطهير كامل للشبكات والمحطات بتاعتنا بحيث نحن بجازين لاستقبال أي كمية مياه زايدة ولكن حملة التوعية الحمد لله أنا شايف جايبة نتائج إن الشاف عدد أولال جدا الرمى مخلفات في الشبكة التأثير على الشبكة هذا العيد يعتبر التأثير أقل الحمد لله أقل بكتير جدا عن كل سنة موافقين إن شاء الله وكل سنة طيبين ربنا خير كل سنة طيبين كما تابعنا أعزائي المشاهدين بالفعل هناك العديد من المهن ما زالت تقدم عمليها للمواطنين على مدار اليوم بالرغم من العياد الضعوات الرسمية ومنها شركة الصرف الصحي ما زالوا في عمليهم على الرغم من أن هناك لهم أسر ترغب في قضاء العياد لكنهم أصروا على القدوم لتقديم خدماتهم للمواطنين المصرية شكرا منذر أبو دوح شكرا جزيلا لك